أهلا بكم في بلا قيود ضيفة هذه الحلقة ناشطة حقوقية ونسوية سعودية تدرس مادة التاريخ في الجامعة تقول إن الخطط التطويرية للمملكة العربية السعودية المسماه رؤية 2030 ستغير وجه السعودية خلال الخمسة عشر عاما القادمة أسأل أستاذ التاريخ المرأة بجامعة قطر والكاتبة السعودية دكتور هاتون أجواد الفاسي عن رؤية 2030 ما هو الجديد فيها بالنسبة للمرأة هل ستحقق الرؤية ما عجزت عنه الخطط التنموية السابقة ألا يعد ذلك إفراطا في التفاؤل كيف تقوم تجربة الانتخابات البلدية في السعودية ومشاركة المرأة فيها لماذا تعتبر أن ما تصفه بالوصاية على المرأة يجعلها غير قادرة على ممارسة مواطناتها كاملة هل إن إلغاء مثل هذه الوصاية يتمثل فقط في السماح للمرأة بقيادة السيارة والمشاركة الرمزية في الانتخابات هل إن السلبية التي تتهم بها المرأة السعودية واقع أم تنميط غير دقيق ما واقعية دعوتها إلى قيام الدولة على أساس المواطنة ألا تمثل دعوتها تلك انفصاما عن الواقع السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام نكتور راحتون أهلا وسهلا بك في بلا قيود على شاشة بي بي سي إذا بدأنا من رؤية 20-30 التي أعلنت في المملكة مؤخرا في مايو آيار الفائت على ما أتذكر حضرتك كانت لك رؤية إيجابية في المجمل بشأن هذه الرؤية أو الخطة المعلنة لكن كانت لديك بعض التحفظات أولا ما دور المرأة في هذه الرؤية كيف ترين حضرتك دور المرأة في هذه الرؤية أنا أبدأ دوما من التفاؤل ومن الإيجابية كما ذكرت فأحاول أن أضع الرؤية في هذا الإطار لكن لا شك أنه عندما نأتي للتفاصيل سنجد أن موقع المرأة موقع محدود موقع مرتبط فقط في نقطتين خاصة بالتعليم وخاصة بالعمل وأيضا ورؤية ليست واقعية إلى درجة كبيرة صعب أنها تتحقق لسيما في غياب قانونين أساسيين وهو رفع الوصاية ورفع حضر القيادة على المرأة من تحفظات حضرتك أن هذه الرؤية لم تذكر شيء عما سبقها هل تجدين إيجابيات فيما سبق هذه الرؤية من خطط سابقة مثلا كانت ربما تفرد مساحة للمرأة أو للمشاركة الشبابية المجتمعية في خطط قد تنهض بالمجتمع السعودي لما هو أفضل لا شك أعتقد أن أذكر من الخطة الخمسية الخامسة والسادسة والسابعة كل خطة خمسية من الخطط السابقة التمانية السابقة كانت تتحسن أكثر مما سبقها فيما يتعلق بالجزء والمساحة المطاط للمرأة وتمكن المرأة فيها لكن للأسف كانت خمسة سنين وراء خمسة سنين لا يوجد شيء يتحقق منها فأنا كانت تساؤل عندما أعلنت الرؤية ما مصير تلك الخطط والبرؤة والطموحة التي كانت متعلقة بضبر المرأة فيها فهذا يجعلنا نتشكك في قدرة رؤية 2030 في تحقيق فعلا المأمول منها القائمون على هذه الرؤية والمشجعون لها يرون أنها مختلفة عن الرؤية السابقة لأنها لن تذهب إلى الاستعاضة عن الشباب السعودي مثلا باستقدام العمالة الوافدة من الخارج أنها ستشرك كل طبقات المجتمع وطوائفه وربما الجنسين في القوى العاملة السعودية هل هناك تشكك في هذه النقطة تحديدا لأنه قرأت أو استنبطت من القراءة النقدية المبدئية لحضرتك عن هذه الرؤية أنه لديك تحفظ على هذه النقطة في الواقع أيضا الخطط الخمسية السابقة الخطط كلها كانت تدعو إلى إحلال السعوديين مكان وإلى السعودة وإلى الاستفادة من كل القدرات الموجودة ربما الميزة التي تحظى بها رؤية 2030 هي أنها تأتي من القيادة وتفرض نفسها على كل قطاعات ووزارات الدولة وهو الأمر الذي كان غائبا في موضوع الخطط الخمسية السابقة لكن في غير الخطط الخمسية كانت فيه أيضا رؤى أخرى كانت مرتبطة بالملك عبد الله وفي بداية الألفية وكانت أيضا في مسيرها إلى التحقق ولكن التوقف أجزاء منها هو الواحد يحاول ما هو تثبيطا ولا تحبيطا وإنما محاولة إلى وضع نقاط على الحروف وحتى لا نتعشم زيادة عن اللزوم أو نرفع سقفتها وتوقعاتنا فيما لا يمكن أنها تحبيطنا المسائل ومرة أخرى عندما نصل إلى المرأة سنجد أن يديها فعلا خاوية وأنها في مسألة تحمل كثير من الدعاية فضلا عن فيك حديث عن أن هذه الرؤية ستصل أيضا إلى مناصب قيادية ستعطى مناصب قيادية تغطي بعض الفجوات القائمة لكن حتى هذه صعب جدا حاليا المرأة تحتل أقل من 1% في المناصب القيادية فالمأمول يجب أن يكون من الذي يعوق تفعيل هذه الخطط؟ غياب الإرادة السياسية الحقيقية أن هذه الخطط ربما تنطلق لإضفاء صورة إيجابية لكن هناك غياب حقيقي للرؤية أو للإرادة أن تفعل هذه الخطط؟ ولا أن هناك ربما مؤسسات في الدولة السعودية لا تريد لهذا التقدم أن يحدث من بينها ولا أخفيك سرا أن هناك انتقاد للمؤسسة الدينية في السعودية أو للمؤسسات التقليدية أنها لا تريد لهذه الخطوات أن تتخذ سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للحداثة السعودية في الواقع كل هذه احتمالات واشياء واردة ضمن اتخاذ القرار لكن اتخاذ القرار عندنا شوية غير واضح لا تتضح معالم بشكل واضح لا نستطيع أن نضع الدناء على أن الفلان الفلاني هو الذي يتخذ القرار لكن بشكل عام هناك غياب للمرأة في مراكز اتخاذ القرار وهذا شيء واضح فبالتالي الذي يتخذ القرار هم دوما رجال بنيابة عنها ما كانت مناصبهم ما كانت منستوياتهم التراتبية وهذا طبعا يضعف لأن الراجل مهما كان في أي مركز يتخوف من وجود النساء أو في قدرة النساء على أن يقومن بأدوارهن الكاملة في المناصب العليا فنجد أن النساء بيقعوا ما بين مجموعة متخوفة ومجموعة مترددة ومجموعة متشككة في قدرات المرأة أو في قدرات المجتمع ومثلا على استيعابها وجود النساء في هذه المراكز لكن ما نحتاجه إلى هو نساء فاعلات في المقدمة في مراكز اتخاذ القرار مش واحدة طبعا كشكل فقط نبال نساء بعدد كافي حتى يحدثنا تغييرا نريد نساء نريد نساء بصلاحيات حضرتك تتحدث عن المرأة السعودية وأنا طبعا لا أقصد أن حضرتك تعممين لكن تتحدثي عن المرأة وكأنها تريد وكأن كل النساء في السعودية يردنا هذا الموقع من القيادة ومن خطة 20-30 لكن ما يمنعهم فقط هو الرجال هو ولاية الأمر هو أنه عدم اعتماد المرأة على نفسها في الوصول إلى مقر عملية وهذا منصوص عليه في مقال حضرتك عن 20-30 وارتباط العمل بموافقة آخرين لا يزالون قائمين عليها على الرغم من ذلك هناك حركات في السعودية تسمي نفسها حركات ناشطة وحركات نسوية تدفع عن العكس تماما عن ولاية الأمر عن البقاء تحت هذه الوصايا ويعتبرون أنه ذلك من أساسيات نظام الأسرة والحفاظ على التقاليد السعودية من المرأة ذاتها لا شك أنه المجتمع السعودي زي مجتمعات ككل فيها كل التيارات وفي التيار الذي يفضل البقاء بقاء الأوضاع كما كانت من مئة من ألف من ألف وربعمائة سنة يعني يريد مستمرئين هذه الألية في العيش يعني ويرفضنا يمكن الحالة العصرية التي نحيها أو الاحتياجات المعاصرة التي تتطلب مشاركة أكبر من المرأة لكن هذا لا يمنع لا يعطيهم الحق أو لا يعطيهن الحق في أن يمارسنا بصاياهما أيضا على بقية نساء المجتمع وعلى حقوقهن وعلى مطالبهن هم يعني مطالب هؤلاء النساء مطالب سلبية فبالتالي ما يحتاج ما تحتاج لها أي أكشن والله أنا قطحت صاية ولي أمري طيب ما حد حيمنعك من كده لكن نحن اللي نحتاج فيه عمل هو النساء التي يرغبنا أن يقومنا بقيادة بالعكس ففي دي الحالة أنت لا من مصلحتك ولا من حقك أن تمنع الآخرين زي بسوقت السيارة ما هي مجبورة أنها تقود سيارتها لكن ما هي أيضا مو من حقها تمنع الأخريات من ذلك طيب حضرة كنت تتحدث عن الشعور بالقلق لدى البعض وأشارتي إلى الرجال أحيانا من ذوي السلطة أو الذين هم في مواقع قيادية الذين أشعرون بالقلق والتهديد حينما تتصدر المرأة المشهد وتكون على ذات القدر من القوة هل ذلك ما حدث في الانتخابات البلدية خصوصا في بعض الدوائر الذين منعوا المرأة حتى من الجلوس إليهم على ذات الطاولة هذا حدث في أكثر من دائرة لأن هذه النقطة تجعلني أسأل ما الذي تحقق منذ الانتخابات البلدية حتى هذه اللحظة في الوقت الذي لم تستطع حتى السيدات الفائزات بالانتخابات في انتخابات شهدة لها بالنزاهة الجلوس على ذات الطاولة مع زملائهم الذين فازوا في ذات الانتخابات قصة الانتخابات طبعا قصة كبيرة ومعقدة ويمكن هذا ما هو المقام الكافي للحديث عنها وأيضا ليس هو المقام الذي يعني من حقنا أنه نحكم فيه على التجربة لأنه نحن نتكلم عن ماذا عن 21 سيدة فازت من بد 2160 تقريبا رجل فيعني العدد ما يتناسب نتكلم عن معينات 17 معينة من بد 1050 معين 53 معين فإحنا لا شك نتكلم عن فارق كبير في 19 مجلس من بد 284 مجلس المشاركة زي ما ذكرت رمزية ودخول النساء وإثبات لكن بالرغم أنها بالرغم كل هذه الصعوبات وصعوبات كثيرة يعني تت اعترضت تسجيل النساء ترشح أصلا العشر سنوات لينما وصلنا إلى نقطة الصفر كانت يعني أيضا معانا كل هذا المفروض أنه يحتسب عندما نجي نأتي إلى مسألة الحكم نفسك ذكرت في إحدى مقالاتك أنه لم يكن أصلا متوقع أن تفوز ولا سيدة واحدة بالنظر للتضييق الذي يعني عنينا منه أنه حتى بعض السيدات أردنا أن يذهب إلى التصويت ولم يستطعنا لأنه لم يكن أحد هناك موجود ليقود هن بالسيارة إلى مراكز الاقتراع وبالتالي هذه نسبة إيجابية تصبت فإحنا كون أنه 979 امرأة تترشح وتكمل مسيرة الترشح إلى النهاية هذا في حد ذات وإنجاز معنات عندنا أكثر من 900 امرأة قيادية في البلد ولسي أنه المبهر أنه 3-4 من من مناطق نائية مناطق غير متوقعة أن النساء ممكن يحققنا فيها شيئا طيب نأتي إلى نتيجة ونأتي إلى الطاولة بسهولة جدا أنه في مجلس في 30 شخص وامرأتين 28 رجل وامرأتين أنه يكون في حالة من فرض العضلات والسلطة وخلاص أنه عندما يشعر بعض الرجال أن المجتمع يؤيدهم في هذا وبعدين يأتي للأسف معاني الوزير وأيضا يستدرك في فترة متأخرة على لائحة الانتخابات ويحدد أين تقع المرأة وتروح تقعد ورا شبكة تلفزيونية ومصعد لحال ومدريئة وكلام يعني أعجب الصفاء بس لافت يا دكتورة أنه في مجلس بلدية جزان العضوات خيرتا بين الجروس على طاولة واحدة وفي غرفة أخرى يعني هن لا اختارنا أن يجلسنا في غرفة أخرى صح طبعا لهن حق الاختيار وهذا من بين ما تدافعين عنه أنت أن يختارنا هن لكن كان هذا الاختيار دال على أنه ربما ليست كل السيدات يدافعنا عن ما تدافعين عنه أنت حتى حين يحصلنا على الحق أنا أدافع عن حق الاختيار فكون هؤلاء سيدات جزان اخترنا وسئلنا وخيرنا هذا في حد ذاته الحق الذي أنا أطالبه اختاروا هما ما يريحون وأنهم يجلسوا في غرفة أخرى هذا شيء يعني متعلق بهن لكن كون أنه نجي في جدة المدينة ونتكلم عن نساء أنتخبنا زيهم يعني زي زملائهم الرجال ويجي يفرض أحد أو مجموعة من الرجال نفسه على أن النساء هؤلاء يعني لا يجلسوا على نفس الطاولة هذا طبعا يعني فيه تجاوز أكثر من التجاوز نفسه حاجة غير يعني متصورة فضلا عن أنه نحن عندنا نموذج تسبت على الأرض واللي هو مجلس الشورى مجلس الشورى اللي يمثل أنا فيه فجهة نظري القاعدة الجديدة أو القاعدة أو النموذج لمشاركة المرأة في المكان العام القاعدة نفسها نساء ورجال الكل باحترامه طبعا نحن نتكلم في مجال عام وفي صياق مجتمعي تتساوى فيه الإنسانية يعني جنسي ونوعي ومارسه في مكان الخاص وليس في مكان العام فكانت النساء ترتدي ما ترتدي اللي تكشف واشا تكشف اللي تغطي تغطي لكن الكل كان أمام شاشات التلفزيون مثلا خلاص الكل بناء على القرار الملكي التزمنا بأنه والرجال والنساء التزموا بأنه والله في عندنا قاعة واحدة هذا النموذج المفروض من 2013 هو قائم نعم كيف تنأتي إلى 2015 ونرجع تاني الورى بماذا تردين على من يرون أنه قضايا قيادة المرأة للسيارة إلى آخره تدرجا إلى حقها في ممارسة حقيا السياسي في التصويت وفي الترشح إلى آخره ربما ليس على رأس الأولويات سواء في السعودية بشكل خاص أو في الخليج ومن ثم في منطقة الشرق الأوسط على الاعتبار أنه المنطقة تواجه تحديات مختلفة تحديات موجهة ما يسمى بالإرهاب وتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية إلى آخره وأن الأولويات ينبغي أن ترتب بشكل آخر أنه خلصت مشاكلنا فاضل مشاكل قيادة المرأة للسيارة ولما تتركيز على هذه القضية في كل مرة نستضيف سيدة من النسويات السعوديات وطبعا حضرتك مقامك كمان له قضايا أخرى تناقشينها باعتبارك أستاذة أصلا للتاريخ موضوع في وقت المرأة وأولوياتنا وما هي الأولوية يعني زي ما تقولي كلمة حق أريد أو كلمة باطل كلمة حق مرد بها الباطل أريد بها الباطل هو بصلاحة بنتك معضل أن حق والباطل اختلطا في هذا الزمن جدا جدا بعد أن أخذ بالك أنه موضوع وخريقية السيارة في كل زمن في كل عاصر خلال حياتنا المعاصرة خلال الأربعين سنة الماضية نجد من يقول والله عندنا تحديات كثيرة ليس هذا الوقت المناسب لطرحها والله عندنا عندنا الحرب العراقية الإيرانية عندنا حرب الخليج عندنا القاعدة عندنا مدر الشكل عندنا أمريكا غازية العراق عندنا تفجيرات يعني ما في نهاية بعدنا صارت قضية سواة السيارة زي قضية فلسطين نحتاج أن نوقف كل الإصلاحات السياسية في العالم العربي طيب إلين ما نحرر فلسطين نوقف كل نخلي المرأة السعودية زي الأرض البور كده واكفة في مكانها تستنى الفرج إلين كل مشاكل البلد تلحل فإنما لسيما قضية قيادة السيارة ما في قضية أول شيء قضية اختيارية تاني شيء مسألة حق ما فيها مجال أن أقعد أساوم عليه تالت حاجة هي قضية مرتبطة بكل مفصل من مفاصل التنمية المراد لها في فترتنا المعاصرة رابعا ما لها أي صلة بقضية لا لها صلة بالدين ولا لها صلة مفروض بالتقاليد لأن هذا العبارة عن هذه الآلة اللي هي السيارة آلة مستوردة جاتنا من الغرب زي ما هي يعني ما كان فيها أي قيمة جنسية ولا نوعية ولا قيمة أخلاقية حتى أنه تحمل كل ما تحمله هي اليوم فضلا عن أول من ركب سيارة كانت امرأة كانت زوجة من اختراح صحيح بس هي الفكرة أنه حضرتك قلتي أن المرأة محور النقاش دائما وهذا يعكس ما تقوليه لي الآن بل إن جزءا من المجتمع مهوس بكل ما يتعلق بالمرأة وقضاياه هذا ذكر في حديث لك على أكثر من وسيلة إعلام ونشر في الواقع على ذكر وسائل النشر هناك شيء أريد لك أو منك لو سمحت أن تعلق عليه له علاقة بالتعامل الخاص بالمجتمع السعودي مع وسائل التواصل بالحديث عن المجتمع السعودي ودواخله يعتبر منطقة حرام لكل من يريد أن يناقشه على سواء الإعلام التقليدي أو وسائل التواصل الاجتماعي هل نابك أنت من الانتقاد منابى تقريبا كل من تجرأ وحاول مناقشة هذه القضايا أهم طبعا نالني الكثير وما زال ومستبر يعني أبيد أنه فيه أصلا صاير عملية الاستهداف في وسائل الاتصال الاجتماعي لكل الناشطين حقوقيا وناشطات هل تعتقدين أن هناك خصوصية سواء للمجتمع السعودي أو لمؤسسات مستترة داخل المجتمع السعودي تعمل على استهداف من يحاول مناقشة هذه الأمور سواء بجرأة أو مناقشتها بشكل مباشر الحديث عن السياسة أو الحديث عن المجتمع أو الحديث في الأمور الدينية أو ما شابه أعتقد أن هناك مؤسسة قائمة أو مؤسسات قائمة لاستهداف ميليشيات إلكترونية يعني والله ممكن تقولي عليها هذا تعبير هو متعرفة لي بالنسبة أنا مخترتوش تعبير أعتقد مناسب جدا للحالة في عندنا ميليشيات شغالة يعني منها ما أعتقد أنه فيها شيء رسمي لكن ما أدري كيف ممكن توظف لكن لا شك أن هناك جهات تستخدمها بشكل مكثف لأن كنت تشوف يوم أكتب سيارة ألاقي على طول ناس ما أعرفهم ولا هما معايا ولا يتابعوني على طول استدلوا على التغريدة التي أنا أقولها وبدأوا يعني الضرب على كل في كل يستخدموا فيها العنصرية الطائفية والعرقية والشكلية والنوعية أيش ما تطلع معاهم يدوكي كلمة العمرية حتى والله كبيرة وصغيرة يعني وفي فجاجة في الألفاظ وفي اللغات يعني مثال تحبيط وهي ما هي مسألة جديدة خاصة بالتواصل الاجتماعي الحديث ولكنه مرتبط من يوم دخلنا عالم الإنترنت لماذا هذه الظاهرة من وجهة نظر تلكتور لماذا هذه الظاهرة تعتقدين أعتقد أن المسألة حتى ارتبطت من يوم ما بدأت السواقة من يوم ما بدأت السواقة كانوا يستخدموا أوراق الفاكس أو كانوا يستخدموا الأوراق والمنشورات ويوزعوها تحت الأبواب ليس بسبب القيادة بس أنا أقصد لماذا مجتمعيا تعتقدين أن هذه الظاهرة موجودة سواء في مجتمعاتنا بشكل عام أو في السعودية بشكل خاص هناك كما يبدو اعتقاد مجتمعي عام أنه من حق هناك ملكية لما هو حق لما هو الحقيقة لما هي الحقيقة الحقيقة المطلقة ليملكها البعض ويعتقدوا أنه بملكيتهم لهذه الحقيقة المطلقة من حقهم أن يصادروا حقوق الآخرين لأن الحقيقة المطلقة هذه هي اللي منزل من السماء والدخلهم الجنة فيعملوا من خلالها على مصادرة أي حق ممكن يكون عندك ويستخدموا له كل الوسائل ويستخدموا أيضا الحديث حق من رأى منكرا فليغيره بيده لم يستطع بلسانه لم يستطع بقلبي لكن يستخدموا اليد بشكل كبير ويعتبروا أنه طبعا المنكر مسألة يعني متعلقة بالتفسير ومرتبطة بما يفسرون ما هو منكر فمسألة مسألة جدا نسبية مسألة مرتبطة فإحنا في عندنا تربية مجتمعية قائمة على البصبصة وقائمة على التلصص على الآخرين وعلى تشريك على الآخرين يعني تكوني عندما شاهد لندن داحينا الناس بس تدور تشوف مين يبدو عليه أنه والله ممكن يكون سعودي عشان يتلصص عليك لو شوف واحد أجدهم ما تفرق عنده إيش مكان لابس لازم يفرزوه يطالعوا فيك بحيس أن يفرزوك بحيس أنه يصنفوك بحيس أنه يدخلوك في الملة ولا يخرجوك منها فهذا النوع من المجتمع بينعكس في الاتصال الاجتماعي يبغالوا تحليل نفسي يبغالوا معالجة نفسية يبغالوا كثير من الشغل حتى يستطيعوا أن المجتمع ينتقل إلى الحالة فعلا الدينية حقا لا تجسسوا واجتنبوا الشك والظن والكلام هذا باعتبار حاضرتك أستاذة للتاريخ والتدرسين تاريخ المرأة لماذا حداثية وتنادي بالحداثة والبعد عن الرجعية اخترتي تاريخ المرأة ولم تختاري مثلا موضوع حداثي أو أكثر قربا من الواقع الآن في الواقع أنا موضوع تاريخ المرأة موضوع شوية أقدم من كده لأن أنا مختصة بداية بتاريخ المرأة القديم قبل الإسلام فأنا منطلقي هو أنه حتى أفهم تاريخ المرأة المعاصر وخصوصا السعودية أحتاج أن أعرف كل ما سبق وكل ما أدى إليه الحال اليوم وحتى دراساتي كلها مرتبطة بمحاولة تحليل مكانة المرأة ما يجعلها متقدمة في عصر أو ما يجعلها متأخرة في عصر آخر وأستخدم المعالجات النسوية الآلية النسوية فيها أستخدم الآلية التاريخية فيها بحيث أن أستطيع أن أصل إلى استيعاب وفهم أكبر للحالة المعاصرة التي نعيشها دكتورة هاتون أجويد الفاسي أستاذ تاريخ المرأة بجامعة قطر والكاتب السعودية شكرا لوجودك معنا فيه بلا قيود شكرا لك أهلا وسهلا فيك شكرا لك اشتركوا في القناة شكرا لك